يبدو المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كما لو كان يبدأ خطوته الأولى في طريق طويل يفضي أو لا يفضي للحل في بلد توشك الحرب فيه أن تنجز أهدافها زار ولد الشيخ الرياض وأمضى فيها ثلاثة أيام والتقاء من عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الثمانية عشر في مؤشر على اضطرار ولد الشيخ للعودة إلى قواعد العملية السياسية التي تجاهلها بفعل الضغط القوي الذي مارسه وزير الخارجي الأمريكي المنصرف جون كيري لا يبدو أن زيارة ولد الشيخ إلى الرياض قد انتهت إلى شيء يمكن الاعتماد عليه في إسناد تحركاته المقبلة فالبيان الذي اختتم به هذه الزيارة يشير أكثر ما يشير إلى الطبيعة الاستشرافية لجولته الحالية المقرر أن تشمل أيضاً كل من قطر والأردن قبل أن يتوجه ولد الشيخ إلى عدن وصنعاء أوساط المبعوث الأممي تحدثت عن محاولة هذا الأخير تسويق نسخة معدلة من خطته للحل السياسي التي يبدو أنها لا تمتلك فرصاً حقيقية للنجاح حكومة الرئيس هادي ومؤيد الشرعية في اليمن لا يخفون امتعاضهم من سلوك المبعوث الأممي الذي يرون أنه تجاوز التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن هذا التجاوز تجلى بشكل خاص في تحييد قرارات مجلس الأمن وتعطيلها والتركيز فقط على خطة الحل التي جاء تفقاً لهؤلاء على حساب المرجعيات الثلاث للعملية السياسية وفي المقدمة منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع نسخة معدلة إذن وليس أي شيء آخر هو ما يحمله ولد الشيخ في مهمته التي تزداد صعوبة وتعقيداً وتتوارى أكثر خلف غبار المعارك التي لا تتوقف